بسم الله الرحمن الرحيم طلبة وطالبات المستوى الثالث كلية الطب البطرية جامعة المنصورة اهلا وسهلا بكم في قسم التفايليات معكم الدكتور باسي محمد المشمشي مدرس التفايليات ان شاء الله نهاردة هناخد السكشن الثالث في الجزء العملي للجزء اللي حين كنا سمناه السستودة او الديدان الشريطية ان شاء الله نهاردة هناخد شرايح لثلاث عائلات الديدان الشريطية وناخد جزء من السستودة اسمه كوتيلودا ونبدأ ونقول بسم الله ,اعلة الدافينيدي فيها الدافينيا ولي هيا شما نسمنا اسمي المعيل عليها وفيها دودة مهمة اسمها ريلياتنا وفيه دودة ثلاثة اسمها كوتوجنيا الدافينيا مش هناخد من حاجة في العمل هناخد الريلياتنا وأنا ناخد الكوتوجنية ريلياتنا وكوتوجنية بسبب موجودة في الطيور ومعضاء اللي طالعة منها ديدان الرليتنا طيب انا عندي كم نوع من الرليتنا انا عندي ثلاث انواع من الرليتنا بص على الاسم كده ريليتنا تترجون ريليتنا تترجون ريليتنا ايقاينو بوسريدا ريليتنا سيستيسلس ريلياتنا سيستسلس ثاني ريلياتنا تترجونة ريلياتنا ايكاينو بوثريدة ريلياتنا سيستسلس التلات ديدان نفس المطيور بتاعهم واحد والجرافد تقريبا واحد ما فيش الستسلس فها فرق بسيط ماشي يبقى تقريبا بتقول لها واحدة ومالفرق في ايه الفرق في السكوليكس كل واحدة لها سكوليكس مختلف عشان كده احنا صنفناهم التلات ديدان مختلفة ماشي يبقى عندنا اول دودة ريلياتنا تترجونة ريلياتنا ايكاينو بوثريدة ريلياتنا سيستسلس طيب نمسك اول واحدة ريلياتنا تترجونة سكوليكس شكله عامل ازاي دي الرسمة ودي الصورة الحالية بيبقى النك بتاعته لونج خلاص وهو سمول يعني نفسه سمول والنك بتاعته لونج حالو عنده اربع سكر بس اخد بلك بقى احنا كوننا دايما منقول اربع قاب شير نسكر السكر في كل السستودي هنا بقى مش قاب لو بسط عليه هتحس انه هو اوفل اوفل يبقى ده الوحيد الوقت اللي احنا ناخده اوفل يبقى عنده اربع اوفل سكر اربع اوفل سكر مش كده وبس مش ده الفرق الوحيد لو بسطنا عليه نقط منقط عنده هكس بس هكس تغيره انا بسميه هوكلتس اسميه هوكلتس ده اول مرة نشوف اسكوليكس خلاص السكر بتاعته عليها هكس احنا دايما السكر بتاعته بتبقى موجوده مصل ونوع اربع قبش بمسكولر هنا بقى السكر بتاعته عليها هكس السكر عليها هكس وفيها رستلم رستلم صغير الرستلم برضه علي هكس يبقى السكر والروستيلم علي هكس 싱ار والرسطلم عليهم هوكس. حلو. ماشي. يبقى عندها اربعة ارمد. ارمد يعني مسلح يعني فيها هوكس. من تمانية لعشرة رو من سمول هوكليتز. رو يعني ايه? يعني ايه? لو جبتهم دورة كده هيبقى لصف وراء صف وراء صف وراء صف وراء صف. ففيه تمانية لعشرة رو من السمول هوكس الصغيات احنا بسمها ايه? هوكليتز. لانها من ستة لتمانية مايكرو. خلاص? سيبك من ستة لتمال كنتو مش مهمة. احنا نقول هي متكونة او معمولة في الصفوف من تمانية لعشرة رو من سمول هوكليتز. والاوفل بتاعتها او السكر بتاعتها اوفل. يبقى انا لو شفت السكر اوفل تبعها طول ريلياتنا تترجون. والرسطلم من البوق الصغير دهو على ميت هوكس. ميت من يوت هوكس برو. هوكس صغير. هي على كلها هوكس بس هوكسها صغير. يبقى فيها اسكوليكس عليه ميت هوكس. والسكر اوفل وعليها هوكس كتير معمولة في صفوف من تمانية لعشر هوكس. لو شفت الحاجة الاوفل ده تبقى الرليات تترجون. الرليات القالية بسريدة برضو وهكس عليها سكر بس مش هنخدها في العمل. الثكر عليها هوكس. مش هناخدها في العمل. احنا ناخد الثالثة. ريالياتنا سيستي سيللس. ريالياتنا سيستي سيللس. دي الرلياتنا الوحيدة اللي السكر بتاعها معانيش هوكس. ومش experiencia. ده زي كل السكولكس اللي اخدناها. اربع قب يا ريالياتنا بس عندها اربعة ماسكولار زكر. بس عندها اربعة ماسكولار زكر. ومال ايه المميز فيها? بص كده ابقى معايا. الروسطلم. الروسطلم بتاعها كبير قوي. عمل زي تراضيزة كبيرة كده. نقول عليها رسطلم. وبالتالي عشان هو كبير قوي هيبقى الهوكس اللي عليها كتير. عنده من ربعمية لخمسمية هوكس. لانها بقص صبير كده. لقد عندها من ربعمية لخمسمية يبقى لارج وايت. حلوة كلام. تبدير رسمة. في الصورة ما تجي تبص عليها. هو صحيح. السكر مشبين قوي. بس كده. ده لسكوليكس. وده تحس ان في دماغ تانية فوق السكوليكس. يعني تحس يا برصين. دماغ فوق دماغ. او اللي فوق ده مش دماغ او اسكوليكس ده. ده الروسطلم بتاع السكوليكس. شوف رسطلم كبير ازاي. طب ليه مش عاريد زي ده لان احنا بنضغط الكفر على الشريحة. طلع بره شوية. خلاص. يبقى ده الرليات ده سيستي سيلاس اسكوليكس. ايه هو? فيه رسطلم كبير وعريض لارج. وعنده اربعة قبشيب موسكولر سكر. وما فيش هكس على السكر. بس فيه من ربعمية لخمسمية هكس على الرسطلم العريض ده. يبقى الميزة في الاولاني اللي عنده اوفل سكر. الميزة ده اللي عنده رسطلم كبير. حلو الكلام. طب نيجي بقى للماتيور بتاعيتهم كلهم. عشان كده التفاني هي رلياتينا سبيشيز ما تيور سيجميت لكلهم. خلاص. وبرده ما نيجي ناخد الجرافل بتاعيتهم كلهم. يبقى رلياتينا سبيشيز ما تيور سينج. بص كده على السيجمنت دي الرسمة وده الصورة. ده عريض هي يبقى زي اللون. والسيجمنت تفاكرين اللي احنا كنا بنقول عليها في النظري برضو عندها تحس ان مشرشرة من جنبك. عاملة زي المنشار. ماشي. طبقها كم سيت من جهة الارجان اللي هو ده الافر يبقى اه او تحتها. يبقى تحت مين الافر? تفين التس تس اهي في النص بتبقى بس في السنتر حوالي الافر يبقى الافر في النص وتستستح اه حوالي. التقل اه في السنتر. ومن برا بتبقى بتبقى تانى يبقى الاسم جدا في اه في السنتر. والافر يبقى لو جد في العمل وبصيت لقيت كده زي ما انت شايف. سيج منت عريضة بحطيتها في في الشرط العرب يعني برودر زان لونج يبقى دي على طول رلياتنا. انا عندي رلياتنا متيور ورلياتنا جرابل. اجا بصة لايك فيه حاجة في النص كده هو قطلة حمره كده زي ما انت شايف اليادي ده ده موجودة في الميدل حواليها يبقى دي على طول بدل فها تستس وفها تبقى متيور. يبقى دي رلياتنا متيور سيجميل. تاني رلياتنا متيور سيجميل. يبقى رفتها عشان يسو اج. والتيستس والاوفر موجود في النص. طيب دي يجي للتاني. للجرافيت سيجميل. دي بتاعتهم كلهم معادة سيستسلس. ففها فرق يعني. ايه هي? اول حاجة برضو السو اج واضحة. شايفينو? السو اج ماشي. لو بصنا عليها لها دواير منقطة. يعني ايه الكابسول? ايه الكابسول? فمحنا اخدنا واحدة المرة فاتت ايه الكابسول? كانت بتاعة الضيبيليجيا مقنينا وفاكرنا بس التاعة كانت طويلة. كانت شبه بزرعة الخيارة. وكانت الكابسول واحدة من تمانية لعشرين بيضة. هنا فقه من ستة اتناشر بيضة. هنا فقه كام? من ستة اتناشر ايه? بيضة. خلاص? دي بلونا عليها ايه كابسول. دي بتاعتهم كلهم معادة السيستسلس. السيستسلس بتاعتها فقه بيضة واحدة. خلاص? بس ده بتوع معظم ريلياتنا سواء بتاعة التتراجونة او القيلو بسريدة فعشان كنا سميتها ريلياتنا سبيشيز جرافيت سيجميل. يبقى انا عرفتها ازاي? هي تقريبا سكوارش او برودر زان لونج. يعني يمكن تكون عرفة سنة او تقريبا سكوارش. حلو. وعندها سو ايج وعندها سو ايج. وفيها يطرس بتاعها ايج كابسول. وكل الكابسولة فها صفرة ايج هي من ستة لعشرين بيضة. من ستة لعشرين بيضة. يبقى دي ريلياتنا سبيشيز جرافيت سيجميل. طيب. نيجي الدو ده تانية في العيلة السببية اسمها تاني كوتوغنيا بتيجي في الحمال. وليست ناخذ منها ماتير سيجميل. يبقى ديد شريحة الواحدة لنا اخذها في الكوتوغنيا. كوتوغنيا سبيشيز جرافيت سيجميل. بص كده عليها عريضة. تبقى برودر زان لونج. وده برضو هي عريضة. تبقى برودر زان لونج. فاكم اوفري فاكم ست اثنين. اذا واحد او غامق او او. وده واحد او واحد او واحد او. يبقى دابل ست منجيتر ارجن. تب لكن هناك شيئا مميزة قوي. التسلس موجودة في النص السيجمنت التحت. يعني لو بصنا على السيجمنت ده هي مثلا سيجد تحت غامق ونقط وفوق فاتح. فاتح لانه لا يوجد فيه التسلس. والمنقط ده هو التسلس. يبقى التسلس همامية صحيح. بس موجودون في البستوريور هاف بتاعت السيجمنت. في النص التحتان. في النص التحتان. او القتلة التحتانية ده ده البستوريور هاف. او القتلة التحتانية ده البستوريور هاف تحته. تم واحد يقول لي احنا اخدنا واحدة سيجبه ده اسمها مونيزيا السيجن اللي فات. افرق بينهم ازاي. المونيزيا كانت في الشيب فكانت عرضها طين سنتين. دي عرضها صغير قوي دي موجودة في الحمامة. طبعا الموجود في الحمام في البيجون غير الموجود في الشيب. الحاجة التانية ان هناك في المونيزيا كانت فيها حاجة مهمة جدا. كانت اسمها انتر بروجولتيدا الجيلاند اللي كنا بنفرق من بعضها. هنا مفيش انتر بروجولتيدا الجيلاند. لان انتر بروجولتيدا الجيلاند دي بتاعة المونيزيا بس. يبقى انا لما شوف حاجة صغيرة فقط دبل ستمي جيتا الارجا والتيستس في النص التحتاني بس واضحة ايه واضحة دغام او لفوق فتحة. على طول دي كوتوجنيا سبيشيز ماتيور سيجمي. هنيجي العائلة التانية اللي اسمها هايمينو لبيديدي. اسمها تاني هايمينو لبيديدي. هي فيها اربع انواع. الاربع انواع كل نوع فيهم لهم اسكولكس مختلف. حلو. والماتيور بتاعهم كلهم واحد. والجرافت بتاعهم كلهم واحد. واحدة واحدة منهم. وهناخده الماتيور وبتاعهم كلهم. و جرافت بتاعهم كلهم خلاص هناخد. هان Words Hunting. هي ما هايمينو لبيدي.robotis dimenuta هايمينو لبيدي. فهنا معées أربعة أن jagak час. مش هناخد الماتيور لبيديدي في العمل في العمل. فيه هي ما هو أربع و Stromلز Technology Religen whale رابط وم lingارين resulted in ability to drive sound. ك어� Alexandriaіє company человеч? الشيطة انا اردى هكس. لا. هذا هو رستلام ومعليش هكس. يبقى النهاردة العجاق. النهاردة اول مرة اشوف سكر على هكس في الجليات هنا. حلو. ولنهاردة اول مرة ارى رستلام فيه رستلام. بس ما عليش هكس. احنا قبل كده يشوفنا رستلام عليها هكس. وفيه ما فيه رستلام وهكس اصلا. هنا بقى رستلام وعليه هكس. بتاع مين? بتاعلا يامينه ليبس داي ميوتا سكوليكس. ينبقى عنده اربعة قبش ماسكورا سكر مكبولة بص يعني ايه? يعني متحرك يعني بطلع بره وكش جو. بطلع بره وكش جو. اسمه يعني معلش رسطلة. بص كده قد اربعهم وده الروسطلة ده اللي هو يعمل زي الشرابي المقلوب ده. كان ما امالناه. ما جينا قفشناها عشان نعملها شريحة. كان مؤدب ومدخل فيه جوه. فكان الروسطلة بتاعه اللي جوه. خلاص. ما احنا اتفنه هو تفنوه ايه? خلاص. يبقى عنده اربع اقاب ماسكولار سكر. وفيه رسطلة بس ما عليش ايه خوكس. طيب نيجي المطيور بتاعتهم كلهم. هيمينو ليبس سبيشيز مطيور سيجميل. هيمينو ليبس سبيشيز مطيور سيجميل. اهي عريضة. خلاص. طيب اه كم ست من جيتالبور فيها واحد بس. يبقى وان ست من جيتالبور. توصيف الكومون جيتالبور بتاعها يونيلاترال. يعني كلهم في اتجاه واحد. والريلياتينا برضو اللي احنا اخذناها قبل كده. برضو توصفه يونيلاترال. يبقى الدوتين احنا اخذناه في السكشن ده. توصفهم كلهم يونيلاترال. يعني في اتجاه ايه? واحد. خلاص. لو اول واحد يمين بقى كله يمين. لو اول واحد شمال يبقى كله شمال. طيب فيها حاجة مميزة اوه مميزة للجزئية دي. الليه ايه? التستيس. في كل السستودة كنا بقول التستيس نيمورس اسقطر معادة دي. التستيس بتاعيدها ثلاثة. شايفين الدط şekilde متخ Move시다. تلاتة و احنا عندنا الوفر في النص. هيبقى اتنين في الجنب واحدة بجنب. اتنين في جنب واحدة بجنب. اتنين في جنب واحدة. و cheme.啊. انتنا اتفان اتنين في جنب واحدة بجنب؟ طب الواحدة اتنين بيهية الني في واحدة. و اتنين اتنين بيهية. قالك الواحدة نحية ال بور. مع اخذ اخر من. يبقى واحدة من حيات البور و 2 نحيا التانية. يبقى ما هي 3 اه؟ Theemie. 2. aها الواحدة. بورل يعني جانب البور و 2. aها الواحدة. البورل يعني جانب البور. و2اها الواحدة. جانب البور و 2. بورل. ما هي ال hustle. عوده الرحيف. يبقى ما هي رحلة تماماidad عنها 3 tess tess. وان بورل يعني جانب فاتحة كوموجية الحصول القوار. و2 اها ال 不ورل و compute 2009 I-book. والقصوات تحس نفات قوار وفيه جزء مبتت في النص كده. الجزء مبتت في النص ده هو عبارة عن وتحت تحت 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 يبقى تاني هي عريضة خلاص واحد وتحت وموجود في نص وعندنا تلاتة تستس اتنين في الجنب البعيد عن البور اولى عليهم وواحدة في الجنب اللحية البور اولى عليهم فورال وتوصيف الكوموجيتال بور بيبقى يوني لاترال بيبقى يوني لاترال نيجي للهيمينوليبس جرافيت سيجمينت بتاعتهم كلهم هنا السيجمينت بتبقى عريضة هي برودر زان لونج برودر زان لونج بس انها روضيق شوية لان هي اصلا الهيمينوليبس هي القرفة يعمل خلاص ماشي شكل ليوترس ايه بص كده ليوترس بيبقى ترانسيفرس هاك فلدوز ايك عكيس مليون بيت بص هنا كده في الشريحة هتلاقي تيس هاو نقاط بيض نقاط 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 الله تما احنا اخدنا قبل كده للمونيزيا كان ترانسيفرس ساك فلدوز ايك في جرافيت سيجمينة اه بس المونيزيا كان فيها هنا هو بين الجيلاند والتانية في انترسيجن انترسيجن او انتر بروغسية مفيش هنا وهناك كان البوت كتير فكان منعشان هو محطوذ فوق بعضوه فمش شايفه لكن هنا في مسافات ما بين البيض والتاني فيه فراغات فانا شايف النقط بتاعة البير فهنا هانا شايف ولو بطب عانية شعر الشكل الجديد يبقى ما شهر هو الشكل ده اقول عليه كل السستودة اللي احنا اخذناه دي اسمها السستودة او السستودة الحقيقية او سايكلو فللدا يعني كلمة فلاص معنى سكر و سايكل يعني ديل يعني الدوائر او السكر بتاعياتها معظمة بتبقى دوية سايكل يعني عشان كده سمناها سايكلو فيدي فيه مجموعة تانية بقى كذابة سيستودة الكاذبة نقول عليها زيدوا في الليلة يعني السيستودة الكاذبة او الكوتيرودة كاذبة ليه كاذبة كاذبة عليها من بره بعناي اشوفها سيستودة شايف سكوليكس وشايف نيك وشايف سيجمينت كتير شريطه شريطه بس انا اخذها وحطها تحت الميكروسكوب اداء حاجة تانية خالص ايه فاكرين السكر السكوليكس كان فيه اربعة سكر هنا مستكر وهنا خطين بالطول ماشي بينا عليهم بوسريا بيبقى فيه لنجوتيودينالجوروف نقول عليهم بوسريا الايج بتاعت السيستودة بيبقى عادة مدور او من الشكل وجوه هكساكنس امبيريو لا هنا اوفل شبهة تريماتودة حاجة غريبة كان بيبقى على الجنب وفيه حاجة اغرب ان عندها يوترين بور عندها فتحة لليوترس وبالتالي مش هيبقى عندها جرافت سيجني لان كل البيض اللي بتكون هيطلع برا فالبيض مش هيتحبس ويكبر اليوترس ويضغط له ويعمل له اطرف على بقية الاركد فعشان كده بقى اوجود او بقول ايه ما عندهاش جرافت سيجني هناخد دودة واحدة بس تبع المجموعة دي بشريحة واحدة بس تبع المجموعة دي الدودة دي اسمها غريب شوية بس انا احفظها ديفيلو بوسريام لاطا اسمه ثاني ديفيلو بوسريام لاطا وهناخد الماتيور سيجني اسمها ديفيلو بوسريام لاطا يعني ايه ديفيلو بوسريام لاطا ديفيلو بوسريام لاطا دي رسمة وده صورة ركز بقى معايا دي اسكورش زيها زي تانية فاكرينها وبقده الاوفري بايلاترر بايلوبت يعني بفصين يبقى الاوفري بتاعها بايلوبت ماشي اهو الاوفري اهو بتاعها بايلوبت ماشي؟ طيب ممتاز ايه اللي فنوس ده؟ الفنوس ده ليطرس بيبقى روزة شاب عامل زي الوردة ماشي؟ نوع عليها روزة ايه؟ يبقى روزة شاب ماشي بس فاتح بفتحتين لو ده قاننا لاي فتحتين فتحة صغيرة وفتحة كبيرة الكبيرة دي ماشي الصغيرة دي اليوترين بور يعني اليوترس فتح فيه فكل ما اليوترس يكون بدي ينزلهم اليوترين بور والكمون جيتر بور دي عشان تدخل السيمين خلاص؟ ملتاش ملاحظ حاجة ان الكومون جيتر بور فتحة على الفنتر السيرفس يعني لو دي الدودة فتحة هنا الددائل العادية كانت بيبقى فتحة لانما جنبي واحد لانما جنبيه صح؟ لكن دي فتحة هنا في الفنترال سيرفس ماشي الحاجة التالتة والمميزة برضه كنا بنقول هناك في السيستوتر العادية ان الفتالينجيلاند مس تحت الوفري والتيستيس نيمرس وسكاتر صح؟ هنا بقى التيستيس والفتالينجيلاند نيمرس وسكاتر التيستيس والفتالينجيلاند متوزعين في السيجمينت كلها لو ركزنا في السيجمينت هنالك دوار كبيرة ونقط صغيرة. الدوارد الكبيرة والنقط الصغيرة. يبقى انا اعرف ها ازاي. لو جيت بالعرض حالو. وفيه ممتاز. وفيه نواتة حاجة شبه الوردة كده. وفيه نقطتين فوقها. نقطة صغيرة نقطة كبيرة. وفيه نقطة متوزعة بالجناب. نقطة كبيرة ونقطة صغيرة. يبقى ده ديستسول في الطلاينجلان. دي ديفيلو بوسريام لاطن. ديفيلو بوسريام لاطن. وده كانت اخر شريحة عندنا في هذا الوقت. فنراجع سريعا. انا عندي دماغ سكوليكس. حالو. فيه سكر اوبل. لو لقيت السكر اوبل يبقى ريلياتنا تتراجونا سكوليكس. حالو. ماشي. طيب عندي دماغ. يبقى ده سكوليكس. وفيه الدماغين. تحس بوراسين بقبعة. يبقى ده الروس نفسه. لو بصينا هنحس ان فيه شرق صغيرة كده غمى. ده الروبعمائة وكمسمائة مين هوكس. يبقى ده ريلياتنا سيستي سلس. ريلياتنا سيستي سلس. لو يوفنا يبقى ده ريلياتنا في العمل. خلاص. ده الوفر يهو. وفيه نقطة في النص كده حوالي. يبقى ريلياتنا سبيشيز ماتيور سيجمي. لو شوفنا برضو بس ده بقت. ولو دقانا فيها لها دواير منقطة. يبقى ده الكابسول. الكابسول يعني ده نوع من انواع اليوترس اللي بوجود في الجرافت سيجمي. ده بقى ده نلياتنا سبيشيز جرافت سيجمي. طيب لو شوفنا ده ده اهي. تبقى ايه. يبقى دابل ست من جيتة الارجن. ولو شوفنا بتشتس متجمعه تحت وصيبه فوق. متجمعه تحت وصيبه فوق. عشان كده فوق في السيجمي تلاقيه فاتح وتحت تلاقيه منقطة غامق. حلو? دي كوتوكنيا. كوتوكنيا سبيشيز. تبقى ماتيور سيجمي. كوتوكنيا سبيشيز ماتيور سيجمي. طيب نيجيل هنا ده دماغ اسكوليكس اربعة ساكره هوم. وفيه رسطلم اهو. ومش واضح اوي لان معاليش شرف. معاليش هوكس. الروسطلم الوحيد اللي معاليش هوكس عندنا بتاع الهيمنوليبس دايمينيوتا. الهيمنوليبس دايمينيوتا. ليجيل التانية. عند دودة هاي؟ حاجة بصها هناك تلات كور مميزين اوي. وفيه حاجة في النص. الحاجة في النص ده القفر والفتالين جلان. ودول التلات كور. الدودة الوحيدة اللي عندها تلاتة تس تس. هي الهيمنوليبس. هايمنوليبس اسبيشيز. ماتيور سيجمينت. ماشي؟ طيب. عندنا برضو سيجمينت بالعرض ايه؟ ومليانة بيض. كيس عريض مليان بيض. يبقى ترانسفيرسي ساك فلد وز ايج. لما ده هايمنوليبس اسبيشيز. خلاص. اخر سيجمينت في السستوه. اخر شريحة في السستوه ده. لو شفت سيجمينتات مربعة زي ما انت شاف كده. ماشي؟ وده الروزة يوترس. اليوترس اللي هو شكله شبه الوردة. وبعد كده عندي هنا فتحتين ده الكوموجيتل بور وده اليوترين بور ما هي معمولة كده بالجمع. وهنا لو بصينا هنلاقي في نقاط كبيرة ونقاط صغيرة ده التستس والفيتلينجلانت اسقطرت. خلاص? في الحالة دي ده واحدة من السايكروفلي ده اللي كنا بناء عليها دايفيلو بوسريام لاطم. دايفيلو بوسريام لاطم. ماتيور سيجمينت لان كوتينودا ما عندهاش جدافة سيجمين. يبقى دايفيلو بوسريام لاطم. وفي الختام بنشكركم على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.